ثقيلة وليست مستعصية هكذا وصف المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي الأزمة الليبية تتمر غير أن باتيلي نفسه الذي لا يزال يتلمس طريق حل بين متناقضات معضلات سياسية تختلط فيها السياسة بالأمن مع مصالح دول غربية وأقليمية في غاية التعقيد باتيلي الذي يستعد لعرض حصاد تحركاته ولقاءاته ومحاولة فهمه للفواعل المحلية والخارجية المتدخلة في ليبيا استبق إحاطته القادمة أمام مجلس الأمن بإطلاع ممثلي كل من القابون وغانا ومونزنبيق بوصفهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي عن إفريقيا على آخر ما وصل له من استنتاجات وتوصيفات للأزمة الليبية طالبا منهم الدعم للحل فيما وصفها بأزمة ليبيا المتعددة الأبعاد وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر صحفية غربية عقد مجلس الأمن جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة حول البعثة الأممية للدعم في ليبيا في أواخر شهر فبراير الحالي توقع الموقع الفرنسي المقرب من بعض الدوائر الاستخباراتية أفريكا انتليجنس بأن تكون واشنطن تجهز دبلوماسيا أمريكيا سابقا عمل على أكثر من ملف في إفريقيا ليخلو فنائب رئيس البعثة زينينجا في صورة قد تكرر فيها مشهد غسان سلامة واستفاني وليامس إحاطة المبعوث الأممي المرتقبة التي ستكون مثقلة بفشل مشاورات القاهرة الأخيرة وحراك أمريكي ذي طابع أمني يستهدف فاغنر أكثر منه سياسي يصفها بعض المراقبين بأنها لن تأتي بجديد وستكون مكررة كسابقاتها فيما يتفائل آخرون بالضغط الدولي والتلويح بالحلول البديلة التي صرحت بها أكثر من عاصمة غربية الأمر الذي قد يدعم باتيلي في بلورة خارطة طريق تنهي الانسداد الحالي اشتركوا في القناة